شفت ايه في المباراة النهاردة شفت ان كابتن حسام حسن مباراتين سبع اهداف في مبارايات حتى لو الناس كانت بتستسلها انا كنت بشوف ان كيروش وكوبر في وقت ملقاوات لما كان منتخب مصر يطلع بيلعب خرج الارض قدام المنتخبات الغير مصنفة يكوننا بنتعادل يبنكسب واحد سفر بالعافية ولينا تواريخ كبيرة قوي قد ايه مصر كانت بتعادل وكنا بنفسد كمان بالزبط فالنهاردة عارف ليه بقولك يا كريم اصلا النهاردة الناس كلها ثابت المكسب بتاعها قبل ما انستعدها الناس سابت المكسب كله والناس كانت اصلا منتخب بتسواني مسافر بقاله تسعة ساعات طيب يا جماعة معلش هو ايه اللي يرضي الناس يعني يعني النهاردة كابتن حسام حسن كسبان اربع صفر ومباراتين جاب سبع اهداف مدخلش مرموك ولا هدف انا كده كده اعطلع لك حاجة وحش توضي؟ لا هتكسب هتبقى وحش هتخسر هتبقى وحش هتتعادل هتبقى وحش هتطلع الامر هتبقى وحش مفيش حاجة وبعدين تلاقي الناس دي بتقولك ده منتخب مصر النهاردة تشطى عليه حول اه اربع خمس كور وكان ممكن كور يا جماعة طيب هو فيه فرقتين بيلعبوا كورة ما انت معرض ان انت يجي عليك هجمات لا انت مش مفهود اعدام انت بتهاجم بقوة جدا وبتكسب اربعة انت مش مفهود يتهاجم عليك ونقطة تانية يا كريم بقى اصل مصر ليه بتسأل اللي جاية هيبقى فيه ممكن ان يبقى اللي جاية ده احسن واحسن كمان انا ممكن دعب مع قدبار احسن بالزبط وانت عندك الامكانات وراجل ما شاء الله انت بتكام حسام حسن شوف كم مبرمع منتخب مصر اه دخل مرمى مصر ست هداف منه ماربع من كوراتي وبقى المبارات كلها يا كلينشيت ودخل هدف ماتش اعتقد الكوبركينة فاسه اللي كان في مصر والماتش التاني بتاع فالناس يعني هو اكل ولا بحلق افضل اقول كده يا جماعة اهدوا ان الراجل اللي حد دلوقتي ماشي كويس لما الراجل يقع قطع وانتقد وقول انه فشل بس لما الدنيا تقع انما لحد دلوقتي ايران ماشي كويس فانهد عليه شوي تعال بقى نتكلم على لقطتين حلوين للكابتن حسام حسن بما ان الناس بتتكلم ان اللي بيحصل كان عشوائي وان الموضوع ارتجالي من اللعيبة كابتن حسام حسن احنا هنا بنحب نشيت بالحاجة كويسة ولو في حاجة وحشة بننتقله كابتن حسام حسن كل اللي كان بيحصل في شوط الاولاني كله كان متفق عليه وكابتن حسام حسن كانوا يفعلها حقط الجزاء دي اول كرة في الموتش دي في الديئة التمانية كامرة جابت كابتن حسام حسن عمالي نادي على اتنين بتوع نص الملعب حمدي فتحي وبنادي عمران عطية عمالي بيشاول لهم بلوم يا جماعة ننقل الكرة هتلاقي كابتن حسام حسن بيعمل بايده كده كده ننقل الكرة ننقل الكرة بالراحة وما تتسرعش نماشي لصورة راحة منتكلم عشان السادة مش هادية فهمه اكتر فعمال يقول بايده ننقل الكرة بعد كده بص يا كريم وهو بتكلم هتلاقيه بيقوله ومرة واحدة لما هيحط ايده الاثنين على بعض لما يبدأ يضغط هتعمل الكرة العالية هتلاقي بص الصورة اللي بعدها هتلاقي كابتن حسام حسن بيعمل بايده كده ان انت هتلعب الكرة العالية على طول اول ما يبدأ يضغط عليك طب تعال نشوف الكلام ده وكابتن حسام حسن كان بيعمل الكلام ده ليه تعال اقولك بوتسو انا كان بتلعب قدام مصر اربعة خمسة واحد تمام لما نيجي نستعرض بالحالات زي ما انت شايف هنا حمدي فاتحي مع الكرة تريزي جي محمد صلاح قصة كلها ان كابتن حسام حسن عاوز يخلي المنتخب يفضل يلعب اكتر عدد من التمريرات لغاية لما تدخلق المساحة اللي ما بين الخطوط علكان ياخدها محمد صلاح ويلعب الكرة العالية كرة المباشرة اللي بعالو كابتن الحسن حسن نشتبص هنا على الحالات ا كل ما انت شاف حمدي فاتحي مع الكرة هيلعب القرى لمحمد صلاح دي اول كرة على طول بعد يعنى أول ما كابتن حسن حسن principalmente هتكلف محمد صلاح هيستلم كرة مين اللي بيجري لن lgd كريم رقم 7 نرجع الفريم اللي قبله مين اللي بيجري الفريم الاابله ده تريزي جي أول ما صلاح هياخد الكرة تلات ريس جيه هيبدأ يخش جوا محمد صلاح هيسلم الكرة لهاني الصورة اللي بعضها طوله إحنا بنتكلم أول ما هيسلم لهاني هاني هيرقص هياخد الراجل العسطر إيسا حلو قوي بعد كده هيسلم لمين تاني هيسلم لمحمد صلاح محمد صلاح هيعمل اسكان هيبص طبعا كالعادة قبل ما يلعب الكرة وده اللي احنا تكلمنا عليه دور صناعة اللعب لمحمد صلاح مع منتخب مصر بالزبط أول ما هيلعب الكرة صلاح استلم مواخد بره شوية بتاعفت خلقت المساحة في ظهر نكمل اللي سهو راحنا بنتكلم قادي صلاح مين بتحركة كريم تريس جيه اتلعبت له الكرة ولكن الراجل بتاع بتسوانة طلحها نسخة تبقى الأصل من الهاتف طيب نشوف الكرة اللي بعضها على طول نفس الكرة اللي بعضها على طول برضو هتلاقي هنا حاجة غير بص الكابتن حسام حسن برضو عمال يتكلم مع اللعيبة شوف الصورة اللي بعضها على طول هتلاقي كابتن حسام حسن بيقول لهم واحدة اتحركوا اتحركوا على الخطوط ستحت في ظهر الدفاع شوف الصورة اللي بعضها تلاقي كابتن حسام حسن بيكلم مين بيكلم حمدي فتحي هتلاقي بص بايده اهدا بعد كده نشوف بقى الفريم اللي بعضه على طول وقول لك كل الكلام ده كان بيحصل ليه بص بقى يا كريم هنا حمدي فتحي ميسك الكرة دي بعد كابتو حسام بعشر ثواني بالزبط. بيقول لحمدي فاتحي ايه ده ليه? اول ما حمدي هيستلم الكرة مين اللي هيجري على حمدي فاتحي? راجبت عنص الملعب انا بقولك اول خمسة اول اربعة خمسة واحد بالعوية. اول ما هو ضغط على حمدي فاتحي. مين تساب لوحده? تريزيجي. اول ما الكرة تريجي لمرانة عطية. مرانة عطية هيسلم لمين? هيسلم لمحمد حمدي. فاول ما هيسلم لمحمد حمدي بقى مين يتخلق في وسط المساحة او مبين الخطوط تريزيجي. كرة تيجي لمحمد حمدي ادي تريزيجي هيستلم بمنتهى السهولة. فالكابتو حسام حسن كان بيقول لهم ايه ده ليه? عاوزهم يبدأوا يطلعوا يضغطوا على لعيبة نص ملعب بتاعة منتخب مصر. ادي الكرة الاولانية خدها تريزيجية ولكن قلشت منه وراحت. تعالى بقى نتفرج على الكرة بتاعة الهدف. هنا نفس الكلام. محمد هاني استلم الكرة. بص بقى محمد هاني كفرو دعبه قدام. محمد هاني وقف. عارف محمد هاني وقف لها كريم? بص بقى الصورة اللي بعدها. كابتول حسام حسن هنا. قال له ما تتسرعش. ما تتسرعش. صوته كان عالي جدا في التليفزيون واحدة منتفرج. قال له ما تتسرعش. فقى محمد هاني بص 27 49. ده في الديها 27 40. جون جيبه بعد 30 سنة من الكرة دي. ما تتسرعش. ما تتسرعش. اول بقى ما الفريم بتاع الكرة ييجي. محمد هاني سلم في حمد فتحي. محمد فتحي بدأ يرجع برضو تاني لمحمد شناوي. وهتبتدي الهجمة من تحت. منتخب مصر بيسحب مين? بيسحب كل الفرقة بتاعت بوتسوانا. اول ما الشناوي هي لعب كرة مين بيشاور تحت. اللي رامي ربيعة. كابتل حسام حسن. زق معايا شوية. هتبدأ الكرة تتدور. حمد فتحي برضو. بالراحة ومنتقى لدوك منتخب مصر بيبني الكرة. حمد فتحي هيسلم الكرة ليه مرانة عطية. بعدين مرانة عطية اول ما يستلم الكرة. الفريم اللي بعده طلع لمين? لرامي ربيعة. رامي ربيعة هيبدأ يزق. اول ما نشوف الفريم اللي بعده. الراجل هيبدأ يضغط على رامي ربيعة. هنا بقى اللي بكلمك عليها. رامي ربيعة بقى مماس جدا في النواة. يرسل الكرة عارضية. كان عنده رزق انه خد التريصة. الفريم اللي بعده. امرامي مرقص. مين مش موجود في الكدر? تريزيجي. اللي خلاص هرب في الحتة دي. وقسامة فصل بره عشان يسحب معال سنترباك. هو محمد صلاح. فانت بالتالي خط الدفاع بتاع بوتسوانا يا كريم متقدم شوية. ففي مساحة عندي. المساحة دي اللي هتلاقي فيها. امرامي ربيعة. اول ما رقص الراجل. مين بقى اللي هيجري هنا. بص بقى هنا بقى لحظة تريزيجي. الفريم اللي قبله. بص يا كريم. لعيب صايع كورة. فريمين قبل دي. فريمين قبل دي. بص الفينت اللي عمله. تريزيجي عمل نفسه هيروح. فالمساك تلع معاه. اهو. ام وقف. وام خد. في فريمين اللي بعده على طول. موهم او او شتت انتباه الراجل. وام جاري في ظهره. امرامي ربيعة. لعيب له اللي تشيب باس في ظهر الراجل. يعني الفينت اللي عمله تريزيجي ده جزء من الهدف. وقامت الكورة ملعوبة لتريزيجي عشان يستلمها ويجيب جون نفس الكورة اللي اتلعبت بالزبط قبلها بست دقايق نفس الطريقة. وده فكر الكابتن حسام حسن. الله لك. احد بتكامع كابتن حسام حسن بيقوله موضوع ارتجالي. الله لك. يا جماعة مفيش حاجة اسمها ارتجالية بالطريقة دي. روح وحماس. لا مفيش. مفيش الكلام ده. اللعيب نفسها مش تخترع يعني. فقدي كورة وكابتن حسن وبالصوت وبالصورة وبكل حاجة. الله لك. كابتن حسن ماشي كويس مع المنتخبات. معلم. معلم.